موسيقى النيابة العامة تطالب برفع الحصان عن رئيس البرلمان ارتفاع أعداد الشركات المفلسة في النمسا هذا العام وزارة الصحة تطلب 18 ألف عبوة من عقار باكس لوفيد مجلس فيينا للاندماج ينتقد صعوبات معادلة شهادات اللاجئين نائب عمدة فيينا يناشد اللاجئين بعدم القدوم إلى العاصمة والسجن المؤبد لسوري كردي قتل زوجته في فيينا من العنوين إلى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول طالب مدعي الاقتصاد ومكافحة الفساد في النمسا طالب برفع الحصان عن رئيس البرلمان فولفكانك سوبوتكا من حزب الشعب للتحقيق معه في اتهامات فساد وأشار المدعي إلى قضايا ضريبية محتملة تورط بها سوبوتكا مع الأمين العام السابق لوزارة المالية شميد وفي المقابل نفى سوبوتكا الاتهامات بشدة مؤكدا بأنها زائفة ويجب رفضها مطالبا بالتجاوب السريع مع طلب المدعي ومشيرا لضرورة توضيح الحقائق والدفاع بشكل واضح وسريع أعلن اتحاد حماية الاتمان ارتفاع حالة الإفلاس بنسبة 13% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي حيث تأثر 5401 شركة بالإفلاس بمعدل 15 شركة يوميا وزادت الالتزامات المؤقتة بشكل كبير بسبب انهيار شركة سيجنا بزيادة 286% والتي وصلت إلى 8.53 مليار يورو وأشار رئيس الاتحاد كارل كونري إلى أن هذه الإفلاسات ذات كتلة كبيرة وبالتالي ارتفع عدد الموظفين المتأثرين بنسبة 45% وتضررت قطاعات مختلفة حيث ازدادت الإفلاسات بنسبة 17% في القطاع التجاري و21% في البناء و19% في الإقامة والضيافة طلبت وزارة الصحة في النمسا 18 ألف عبوة إضافية من دواء باكستوبيد المضاد لبايروس كوفيد 19 نظرا لندرته وأكد وزير الصحة يوهانس روخ على توافرها قريبا في الصيدليات وستقدم شركة فيزر الكاميات اللازمة بحيث سيتم تأمين الدواء استنادا للحاجة الفعلية وفق وصفة طبية وقال عالم الأحياء أولريش إيلينغ يوجد حاليا حوالي 300 ألف شخص في إجازة مرضية ويتم علاج أكثر من ألف شخص في المستشفيات وفي الأسبوع الماضي تم تسجيل ما يصل لـ 42 ألف إصابة في النمسا كشف مجلس فيينا للاندماج أن العقبات على الاعتراف بالمؤهلات العلمية ومشاركة المهاجرين في العمل والوصول للجالية اللاجئة يواجه صعوبات وبيّن مرصد الاندماج بفيينا أن 25% من المهاجرين يحملون شهادات ثانوية و38% شهادات جامعية وأن 47% من ساعات العمل بفيينا يقوم بها مهاجرين وشدد نائب عمدة فيينا كريستوف فيدر كير على أهمية المشاركة الفعالة في العمل من أجل اندماج ناجح وأوصى البيان بتبسيط الإجراءات للاعتراف بالمؤهلات وتسهيل دخول طالبي اللجوء لساحة العمل أيضا دعا نائب عمدة فيينا كريستوف فيدر كير لفرض شرط إقامة إجبارية على اللاجئين المعترف بهم لمدة ثلاث سنوات بعد إجراءات اللجوء في المقاطعة المعنية وعلل فيدر كير ذلك بسبب الضغط الكبير على التعليم مع زيادة أعداد الوافدين حيث ارتفع أعداد الطلاب الجدد بشكل كبير ما يفرض ضغطا على المدارس لأنه ومنذ يناير تم استقبال 2500 طالب بزيادة شهرية بنحو 300 شخص لذلك اقترح فرض شرط الإقامة لثلاث سنوات بعد إنهاء إجراءات اللجوء وقبل الانتقال إلى فيينا فيما واجه الاقتراح معارضة من شريكه الحكومي في المدينة وفي خبرنا الأخير أصدرت محكمة في فيينا حكما بالسجن 20 عاما على سوري كردي قتل زوجته البالغة بسكين مطبخ يبلغ طولها 35 سنتيمتر ووقعت الجريمة في يوليو الماضي بالحيء السادس عشر في فيينا حيث قام الجاني بطعن زوجته التي لها ثلاث أبناء منه ثم قام برمي نفسه من نافذة المنزل ما أدى لإصابته بالشلل وأكدت المحكمة شدة العنف الفائقة وطبيعة الجريمة القاسية كمبرر للحكمة وبرر الجاني جريمته بعد أن علم بأن زوجته على علاقة بشخص آخر وسيظل خلف القطبان لمدة عشرين عاما والحكم نهائي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات ليصلكم منا كل جديد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة ومسيسة عيدة بأمان الله اشتركوا في القناة